السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله نعم ولكن الأخت لا يجاك بخير كان زيت الزيتون و زيت العود لا بحال لا كان الويل الظاليو والغرينيون الظاليو لأن زيت الزيتون هو الذي نخرجه من التمار وزيت العود والذي نخرجه من نواع لأن الاسم المتداول هو زيت العود في المغرب لا يمكن أن تفرقوه غيرا يمكن أن يتفرقوه هذه النواع الزيتون تهوى في واحد اللوزة الداخل تهوى في هذه النواع هذه النواع يستخرج من هذا الزيت هو أقل جودة من الزيت التمار لا يمكن أن يكون لنستمر فهذا كان الحمضيات غير مشبعة من فئة ثلاثة لينولينيك وكان الأوليك لينولينيك تهوى ثلاثة المشبع واحد فهذا المنوانساتوريت هؤلاء بجسبة عالية في الزيتون ولا يمكن أن يكون كوليستيرول مع المنوانساتوريت هذا الحمض الدهني لأوليك لا يمكن هذا غريب جدا وهذا الحمض للأوليك هو الذي يرتب المرارة لأن الصفراء المرارة لا يوجد أي عمل لإستحلاب الدهنيات تدوب الدهنيات التي توصلها من المصر هذا هو الدور أنتيروهيباتيك هذه الصفراء تشد الدهن إلى الأمعاء الأمعاء في مليباز يحلل الدهن وتعود أن ترجع الصفراء المرارة من الذي يصل إلى هذه الزيتون يكون استحلاب سهل وتستحلب 100% سبحان الله ومن الذي يكون بعد الشحوم الأخرى التي حتى الله سبحانه وتعالى حرمها لا تستحلبه غريب سبحان الله بحال الشحوم الخنزير لا تستحلب هذه الصفراء ويعني الله سبحانه وتعالى لما يحرم شفه ولي حكمه وأنه كان أناموس كوني وأن هناك سنن شرعية وسنن كونية ولكن كان التقاء بالسنة الكونية مع السنة الشرعية لا يمكن أن لا تكون سنة شرعية لا تقابل سنة كونية ولو أننا دقيقنا في الموضوع علمي ولكن ما زال إن شاء الله خير لأنه معنى معجزة معجزة أن القرآن يجيب شيء للعلوم مقادرات عليه وليه عاجزة وهذه الأوراق هناك سيدة قراءة علم ولكن نحن أول من نشر بحث حول أوراق الزيتون خير إن شاء الله نحن لا نريد إلا وجل الله وهذه الأوراق الزيتون هي مخفضة للضغط ولكن ولا تضر حتى الناس يعني ما قالته صحيح أكيد أكيد الشاي دي الأوراق الزيتون يخفضوا الضغط ولكن كما أقول دائما الناس يمشيوا لهذا الطب الشعبي يقول له أحد العشبة تصلاح الكهدا هذا خطأ كبير ليس هذا لازم يكون معاه نظام علاج وليس كما يعني المعايير يجب أن يزونوا أول الأشياء المسببة لارتفاع الضغط وهي اللحم يعني منتوجات الحيوان بما في ذلك الألبن يعني الحليب واللحم يزونوا كل اللحم بما في ذلك الدجاج والذكروني كل اللحم يزونوا اللحم أولا ثم يستهلكوا أوراق الزيتون مغلية مع الماء ويبقى ويأخذوا الأقراص ذلك الطبيب لكي لا يكون شاور من يشوفوا الضغط ذلك جيد يبدأوا ينقصوا الأقراص لكي لا يأخذ نص لكي لا يأخذ نص لكي لا يتهور لكي يكون مراقبة طبية والأوراق الآن تابت على الأوراق الزيتون الآن في أمريكا وكاتبين هذه الأوراق زيتون مجفافة لا 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 أقل ولا أكثر كي يعمل أقراص وكي يعملها كك مسحوق أوراق الزيتون مسحوق وإذا مضيغت؟ إذا مضيغت يكون أحسن ولذلك الناس اللي كانوا نعم أكيد جدودنا كانوا كي يمضغوا الزيتون تمار الزيتون كك مرين كيمشي للشجراء يأخذ وحده ولا جوج يمضغم ومن اللي ما كي يكونوش التمار يمضغ الأوراق ولكن لا تكونش أشجار معالجة يعني طبيعيا لأن هذا المبيد من نحاس مستوع من نحاس هذك المبيد ديال الزيتون ولي خاطئ يشوفوا اللي عدوا الزيتون في داره مع مرور الشا يبقى يستعمل الأوراق دياله فقط وللي كيعرف مثلا وحد منطقة هؤلاء يقدم غير زيتونات قلالما معالجين يأخذ من عد من الأوراق وخي يكونوا يابسين لمش الإنسان يتسارفش قنت ولمش عد حبابه البادية ولا شيء ولقى الزيتون يغسلوا له الأوراق ديال الزيتون يجيب معاه في السيارة دياله الوراق الزيتون داره هذه مقاتش عدنا مقاتش عدنا نجيبوه من البادية أشياء جميلة للأطفال وطبيعية خصوص الأطفال صغار وفي هذه الأوراق فيها مادة الأولوروبيين أكثر من تمار الزيتون هي مركزة وهذا المشكل ديال خفض الضغط والشرائي اللي تكلم تعليموا الكوليستيرول هو كان حمض الإيلينولينيك ليشي الأوليك ليشي الحمضيات الثلاث اللي كانوا في الزيتون ليعارفون كل شيء هذا حمض الإيلينولينيك اللي كان في الأوراق هو حمض آخر وهو الأولوروبيين داخل في الأوروبيين زائد غليكوز جزئات الأولوروبيين تتكون من حمض الإيلينوليك زائد غليكوز يعني هذه الحلقات ديالة فاجوج بوليفينول زائد غليكوز دكتور نعود إلى مقالة سيدا استسمح قطعتك كيف لا تبقى هذه الزيت كلمة غليكوز مع هذا الطعم وعليش أيضا كيف نعرفوها أنها مكشوشة هذا هو المهم هذا اللي يستحقها لماذا هذا الطعم نشاء ولماذا هذا الزيت ولتها كذا يعني سؤالا هو اللي كانت تكلم معناه وعليش اللي أتكلمت على الراحة وعلى العصر الجدودنا وعلى بأنهم كانوا أقوياء ومشي حيث العلمية راحنا كنا عايشين في الغاب يعني الإنسان دائما كان ذكي ودائما عرف كيف يعيش ودائما كان يصنع أشياء جميلة لأن الناس يتكلمون على الجودة لا جودة لأنهم يعنون بالجودة هذا التعليب وكي يجبوها الإكزوينا ولكن هذا ليس الجودة هي المنتوج الذي خلق الله الذي فيه مغديات وحافظات للجسم وطبيعي أما لجنة زيتون لكي يعنيوا بهم الجودة أنه مراق وأنه يجيب ويعجب في العين وليس فيه أولوروبيين فهذا لا جودة تفيد الجودة يعنيوا بها الأشياء التي تنفع الجسم وتكون طبيعية أكيد والإنسان دائما حتى مثلا في منطقة مولايدري زرهون منطقة فوليبيليس لقاوف هذه الأثرات أن ينسى هاريش لأن الناس كانوا يعترض حضارة قديمة جدا لأن هذه المنطقة كانت منطقة زيتون وأن الإنسان كان يصنع الزيت وأن هذا الدليل كان يلقاه رحاة أو حتى سهاريش الزيت وكان يصنع منه وكان يصنع الحمامات وكان يعمل فيهم الحضارة ليست تاريخ خمسين عام حضارة تاريخ خلق الإنسان فهذا حمد الإلينولينيك وهذا الكلمة على حمد الإلينولينيك هذا هو لكي يقتل الفيروسات هو مضاد لفيروسات يمكن كتب آخر في حام الكالسيوم والتي تتباع في الصيدلية موجودة وكل الشركات تقول بأن المنتوج هو ليكاعي طبعا هذه الشارعات تجارية ولكن الحمد الإيلينولينيك هو موجود في الزيتون هو كافي جدا وأكثر من ذلك السيدات اللبغوي يديروا الطاجين يديروا ورائقات الزيتون ولكن يديروا أوراق الزيتون في الطاجين يديروا أوراق الزيتون في طبيق يزولوهم ولم يزولوهم طعم وتعطي الدوح للجمالية قد يدي الطعم وأن الزيت أنا قلت بأن الزيت من قبل كان زيت مرة وكان زيت غير شفافة يعني هي فيها تخة وبينها وكانت حلو واحد لما دقضي الله كان حلو لأن الناس لم يكن يطحنوا بهذه الصرعة وبهذه الطريقة هذه الناس الذين يريدون مردودية والذين يريدون الزيت تعطي 21 بشير البح من قبل الناس كانوا يساعدوا الزيت بيديهم وكانوا يساعدوا الزيت لهم فطبعا لا تكون جودة يعني الخبز الدار ليس هو الخبز السوق طبعا جودة ما قد تكون وأن هذا الطعم الزيتون أولا دخلت بعض الأنواع لمشيها الأنواع التي كانت لدينا البلدية ثم أن الزيت الآن زيت مكررة وهذا الريفاينين في الزيت الزيتون الآن في فصادة النقاش خصوص في إسبانيا وفي جنوب فرنسا لأنه مخصوص يكون وهذا المشكل حتى أن تكون جمعية في فرنسا اسمتها جمعية بوليفينولات وهذا الجمعية هي التي تهتم بالبوليفينولات من ضمنهم البوليفينولات ذي الزيتون كتراها على الأوروبين الموجودة في الزيتون وطبعا هذه المواد المضاق ذي الزيتون زيت الزيتون تكون مرة وزيت الزيتون تكون كما قلت شوية فيها تخذ زيتون وفيها الأثر بزيتون تكون غدائية أكثر من الزيت هاي شفافة وجميلة ومع ذلك ولكن اللي تأكلون هذا تكون زيت عادي